وقعت وزارة الانتاج الحربية بروتوكول تعاون رباعي مع وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ومحافظة الجيزة لتخصيص قطعة أرض بحق الانتفاع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواج بالجيزة يأتي توقيع هذا البروتوكول تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والمتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع الوزرات المعنية لتحقيق أقصى استفادة من منظومة المخلفات الصلبة الجديدة حيث يساهم هذا البروتوكول في إيجاد حلول مستدامة وفورية في معالجة المخلفات البلدية الصلبة من خلال تحويلها إلى طاقة